الكاتب الإعلامي التونسي محمد العقربي أهلا وسهلا فيك في برنامج نور خانو أهلا بيك صدفناك من تونس للحديث عن القمة العربية التي عقدت في تونس هل دعت تونس النظام السوري لحضور القمة؟ رسميا لم تدعو تونس النظام السوري لحضور القمة كل ما حصله كان نقاشا بين أصحاب القرار في الجامعة العربية ولكن لم تدعو تونس بشكل رسميا النظام للحضور أبدا أبدا أحزاب جهات مثلا سياسية لا علاقة لذلك بالقرار الرسمي التونسي هذا القرار يعود إلى الرئيس القمة الرئيس الجمهورية التونسية وهو لم يواجه الدعوة للنظام السوري قنوات النظام أو إعلام النظام تروج أن القمة أو حتى جامعة الدول العربية هي التي تريد العودة إلى حضن النظام وكأنه يدعوهم وهم يدللوا ما هو الجو العام في تونس؟ إن كان على المستوى الرسمي لا الجو العام متحفظ على المستوى الرسمي أصلا حتى للعلاقة مع سوريا تعرف الحد لا نزال العلاقة تبلوماسية مع سوريا لا تعد إلى شكلها الطبيعي هناك تحفظ كبير جدا من داخل دوائر السلطة والقرار والحكم في تونس من مسألة سوريا هناك تواصل مع النظام مع جزء النظام خاصة الأمنية ولكن على المستوى الرسمي على أي مستوى يعني؟ المستوى الأمني المستوى الأمني تعرفنا هناك ملفات أمنية كبيرة جدا في مخص المقاتلين التوانسة الموجودين في سوريا يقاتلون مع داعشة وبقية عديد من فصال أخرى بس كثير من الدول العربية عادت تطبيع مع النظام تونس ما هو موقف هل ممكن أن يأتي يوم ونشوف أنه تونس من الدول التي عادت تطبيع مع النظام؟ هذا وارد جدا ووارد حتى في قادم الأيام ولكن هذا في مستوى المزاج الرسمي لحد الآن لا يوجد إشارات هناك دعوات لكن إشارات واضحة لذلك لا يوجد تكن دعوات من من؟ هناك دعوات بعض الأحزاب هناك دعوات بعض الكتل البرلمانية هناك دعوات بعض الشخصيات حتى المقربة للسلطة حتى من داخل السلطة ولكن بشكل رسمي المزاج العام الرسمي داخل السلطة إلى حد الآن مازال متحفظا لأنه مرتبط بالقرار العربي عام وبقرار نافذ من جهات سيادية داخل المنظومة الرسمية العربية هنا تحدث أساساً من الجهات التي تكون أكثر تأثيراً على تونس باتخاذ هذا القرار؟ شوف خليني نكون واضح بدون شوفينية القرار السيادي تونسي لا زال إلى حد الآن يحافظ على استقليلها جداً لازال وفياً إلى الدبلوماسية الكلاسيكية التي عرفت بها تونس منذ الاستقلال لكن قد يتأثر بالدول أكيد نسل في جزيرة معزولة قد يتأثر ولكن إلى حد الآن مازال يحافظ على هذا الهامش هذا الهامش واسع صحيح هناك محاولة لجر تونس لما وجدت إعادة العلاقات طبيعية مع نظام سوري وهو غير مستهجاً حتى على المستوى السياسي هناك حتى دعوات إلى ترشيد هذه العلاقة نعود إلى فتح السفراء نعود إلى ترتيب الملفات الأمنية العالقة ملفات التونسيين لهم ارتباطات باسمع سوريا بأشكال مختلفة ولكن في إطار محدود ولكن حسب القرار العربي الجامع والرسمي وهو تقريباً سياسة تونس منذ 1956 لم تتطاير إلى الآن بس أنت بتعرفي تونس دولة لها خصوصية كونها من دول الربيع العربي اللي نجحت فيها الثورة الجو العام في تونس بين الشعب هل هم في هذا الاتجاه لتأييد ما يحصل في سوريا من قبل النظام ولا هم مع الشعب في ثورته وتحقيق مطالبه حتى ولو إلى الآن كان فيه تقاعص من الجهة السياسية وحتى العسكرية يعني لم تنجح ما هو الجو العام الشعب في تونس؟ هذا المستوى الرسمي تحدثنا فيها الجو العام أو المزاج الشارع التونسي الرأي العام التونسي هو ضد ما يقع في سوريا هو مناصر لثورة الحرية في سوريا هو مناصر لهذه الهبة الشعبية في سوريا المزاج العام في تونس والرأي العام في تونس هو ضد القنبي البراميل المفجرة هو ضد ما يقوم به بشار الأسد ويعتبر ما يقوم به نظام سوريا هي إبادة جماعية للشعب التونسي يتابعون التوانس ما يحصل في سوريا؟ حتى الآن الأزمات المتتالية يتابعون؟ أو فقط الثورة عندما حصل؟ لما نقول متابعة هي متابعة حسب ما يضخف وسائل الأعلام تعرف الآن منسوب حضور سوريا في الضبط فعندما كان المنسوب عالي أكيد هناك متابعة يومية في تونس وكانت مسيرات يومية في تونس تقريبا دعما لثورة خاصة في 2011 و2012 و2013 بعد ذلك حضور الشأن السوري في تداول قل وهذا عادي جدا ولكن لو الآن سألت امرأة عمرها 70 سنة أو سألت فتاة صغيرة عمره 7 سنوات هو يكون سيقول لنا ضد ما يقع في سوريا من ممارسات النظام ومن يدعم النظام وأنا أعطيك مثال بسيط جدا حسن نصر الله زعيم حزب الله حسن نصر الله كان شخصية وازنة في تونس على مستوى الحضور النفس والدهني جدا جدا أنا يعني كانت أحيانا بعض خطب حسن نصر الله يعني كأنك أنت أمام مباراة كرة قطن في كاس عالم يعني مقاهي معبئة شارع شبه فارغ يعني كان هناك يعني انبهار بهذه الشخصة والحالة العربية الآن حسن نصر الله يعني هو يعتبر هو على شفاء مزبلة الرأي العام التونسي وهذا يعني يدلل مدى تضامن وتعاطف وانتماء ووعي الشارع وانتماء النفس الحرية في تونس إلى ما يقع في المنطقة عموما لكن رغم ذلك كان في مظاهرات المؤيدة للنظام بشار الأسد خصوصا في القمة الأخيرة هذه المظاهرات لم تقطع كلما يعني هذه المظاهرات حتى منذ من طلقت الثورة في أذار في سوريا كان هناك من يخرج للشوارع ويعبر لكن في تونس في تونس يعني هذا عادي جدا في تونس هناك الآن اليوم اليوم من يطالب إلى محاكمة سباب الثورة في تونس من التونسيين هذا هو المناخ الديمقراطية يجب أن تقبل الجميع وأن تدير هذا الاختلاف الحكمة هنا في إدارة الاختلاف ثم هؤلاء لا يمثلون لا نقول حتى أنفسهم هم لا يمثلون إلا شذارات شاذة في الشارع التونسي ولا علينا أن نفهم من هؤلاء هذا هو الشؤال الحقيقي من هؤلاء هؤلاء هم ناس لهم ارتباطات عضوية سياسية ومالية ومالية ارتباطات مصالح مع نظام السوري هل اشترى النظام؟ طبيعي طبيعي ما العالم كله يشتري بيها يعني طبيعي النظام يشتري والإمارات تشتري والسعودية تشتري في تونس النظام اشترى مؤيدين لهم طبيعي النظام وإيران طبيعي وهذا الشيء طبيعي وحتى من قبل الثورة طبيعي كل العالم يشتري يعني عادي يعني للأسف أنا أقوله بحرقة ولكن المال السياسي واسف أن يكون هذا عادي المال السياسي الفاسد موجود وهنا دور الشارع تونسي يتصد له يعني فقط ولكن هذا موجود النظام اشتري وحلفاء النظام اشتري وعادي جدا طب إذا رجعنا للقمة العربية ماذا نتج عن القمة العربية في تونس؟ يعني خليني وانت سألتني عن الشارع تونسي تعرف ماذا تبقى في القمة العربية وشارع تونسي؟ الناس يتحدثون عن الأزهار التي عمت شوارع تونس يتحدثون عن الشجر الجميل الذي أصبح في تونس يتحدثون عن لقاء الرئيس الجمهورية يعني مراسم الاستقبال يعني هم لا تعني للتونسيين هذه القمة أي شيء إلا أن القصر المؤتمر أصبح جميلا وهي صرفت عليه السعودية في أخذ الأمر استفاد تونسي في أخذ الأمر زينة شوارع زينة شوارع فقط هذا ما تبقى من أخذ فعليا يعني لو جيت هلأ سألت أي شخص أنه ماذا نتج عن القمة العربية؟ وازو أعمال العرب الذين بين غفوة ونعاس يقول لك اللي نام واللي غادر يعني كيف تريد من شعب أسس لمنظومة حرية وكرامة بعد منظومة استبداد أن يتفاعل مع أغلب من حضر هذه القمة إما غير شرعي أو اختص بالسلطة يعني كيف تريد أن يتعامل مع الشعب التونسي؟ لا يعني لا تقولك باحتقارك باستهجان كبير جدا وغير مبالي بهم ثم هذه اللعبة مكشوفة يعني الشعوب العربية الآن مازلت عندها في هذه الجامعة يعني ميتة سريريا هي والشعب العربي يعرف أنها ميتة سريريا يعني غير مهتم فقط حسبت شكليات اجتماعهم شكلي تعرف الحديث في تونس لماذا استقبلت تونس يعني؟ هو ترتيب عادي وكان تونس استقبلها هل استفادت من استضافة القمة؟ أنا أقول لك استفادت أنها صرفت أموال سعودية المرات غير زينة يعني تقريبا في حدود 6 مليون دولار لتهيئة المكان واستفدنا يعني خلنا أحد بالمنطق البراجماتي استفدنا تمام جميل أصبح المكان جميل وهويئة بشكل آخر ثم يعني تحركت شوية نشاط على المستوى السياحي وهذا فات تونس كثيرا يعني تعرف الوفد السعودي تقريبا المرافق للملك سلمان في ألف مرافق تقريبا يعني تعرف ألف مرافق حركة سياحية وعاش النزل فقط هذا ما اهتم به المواطن ثم الوفود الإعلامية والناس اكتشفت تونس برؤية أخرى هذا الجميل فقط ما نتج عن القمة ما هي ماذا نتج عن القمة لا أحد يعرف ولا شيء نتج عن القمة يعني تعطيك شيء أنه تقريبا في الأربع وخمس ساعات الأولى بعد البيانة الافتتاحة كان الرأي العام التونسي يرافق الأمير قطر إلى المطار لماذا غدر فقط بعدك كان هذا كل اهتمام فقط ولا غير مهتمين بعد ذلك طيب الثورة التونسية أو يعني تونس من دول الربيع العربي اللي فينا نقول أنه هي نجحت في الثورة ما الذي يميز تونس عن باقي دول الربيع العربي؟ عن سوريا تحديدا نجحت هذه نقولها بتحفظ يعني نجحت تحاول تنجح تحاول تنجح تبدل في جهود كبيرة جدا روح الثورة بالنسبة لسوريا نحن نتبه نجحت وكترت للأسف يعني عندما نقارن بسوريا للأسف يعني عندما نتحدث عن سوريا نتحدث عن مأساة نتحدث عن ألم نتحدث عن دم على فكرة هذا الحراك الذي أنتج ثورة حرية والكرامة في 17 ديسمبر 17 ديسمبر هو ارتبط بما صار تاريخي طويل جدا ممكن ميز تونس عن بقية الدول العربية الأخرى أولا مستوى الوعي والنضش لتشارع التونسي كان عالي جدا بشكل وكان يقبل وقادر ومهيئ لأي حركة تغيير يعني الحاضن الشعبية للثورة كانت مهيئة مهيئة اللاوعي الجمعية عند التونسي كان مهيئة للحركة وهذه الحركة أتت في شكل متصاعد عبر من مدن الداخل إلى المدن المركز وأنتجت ما نتحدث عنه اليوم بثورة الحرية والكرام فهذا شيء يعود إلى حالة ثقافية موجودة عند التونسي ثم في مراجعة تاريخ تونس تاريخ تونس دائما ارتبطت بحلقات أو بمراحل كل مرحلة تحدث فيها تغير اجتماعي وثقافي وسياسي وبعد عشرين سنة كان ضروري الجميع كان ينتظر حركة ما وحصلت هل يمكن اعتبار تونس قبل ثورات تاريخ العربي من الدول التي تتفوق على دول المشرق بالحريات لا بالحريات لا بالعكس كان هناك قمع وستبدات كبير جدا ولكن كان هناك مجتمع طبيعي كان نفس الشيء بالعكس في مصر كان هامج الحريات أكثر من تونس في مصر كان هناك أحزاب ممثلة بشكل قوي في البرلمان كان هناك صحافة حرة مستقلة في تونس لا تونس يعني ثلاث أربع صحف كانت محاصرة وغير قادرة أن تصل إلى كل عموم الشعب التونسي ولكن المجتمع المدني هنا تحدث عن الرابطة التونسية دفاع حقوق الإنسان عن هيئة نقاب عمادة المحامين كانوا هذه جمهوريات مستقلة داخل تونس الاتحاد العام تسيشغل الذي خاصة أن الكوادر الوسطى في الاتحاد والهيئات المحلية للاتحاد كانت نشطة جدا وكانت قادرة أن تتلقف اللحظة تؤثر الناس وتكون في الصفحة العامية سؤال أخير هل يمكن اعتبار الآن تونس هي دولة تنعم بالحرية والديمقراطية لنسبة عالية؟ تنعم بالحرية نعم في الديمقراطية لزات المعنى كمفتوح والطريق طويل نتمنى أن تكون سوريا تحصل على نفس هذا الطريق محمد العقربي شكرا جزيلا لك لاعفو تفضل أشربا تكتورا